اشتركوا في القناة كيف يرد أمين سير تكتل جمهورية القوية فادي كارم ب30 دقيقة على قاسم وكيف يصف الحملة على رئيس جهاز التواصل الزميل شارجابور وهل انسحاب سعد الحريري من المعركة الانتخابية يؤثر سلبا على القوة التجييرية للقوات ويقلص حجم كتلة الجمهورية القوية أو العكس مثلا خير دكتور يعطيك ألف عافي بدي بلش بالهجوم الذي يستهدف القوات اللبنانية من قبل أول شيء نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم نعيم حزب الله أنتم قوة الغائية لا تستطيعون أن تقودوا الوطن في هذه المرحلة وخطوا حروب الغائية كبيرة بالشارع المسيح وغير شوارع شو ردك؟ لا شك بأنه عم بيمرؤوا بهوس يعني مسؤولي الحزب الله عم بيمرؤوا بهوس القوات اللبنانية لأنه نعرفين أنه القوات اللبنانية عم بتحقق تقدم شعبي وأصبح واضح من الإلغائة لأنه الإلغائية هي بدأت بإلغائية معينة جسدية ربما واغتيالية ومعروف وين أصابع الاتهام موجهة ثم اليوم عم بيحاولوا يعملوا إلغائية فكرية وإلغائية هوية اللي شايفينه خطر عليهم واللي قادر يصد هالإلغائية اللي عم بيعتمدوها مع الشعب اللبناني ومع لبنان هي القوات اللبنانية لأنه طالما القوات اللبنانية عم تنمى وعم تكبر وعم يصير في تأييد شعبي أكبر وأكبر وهن بيعرفوا هذا الموضوع طالما القوات اللبنانية لح تعمل توازن مع حزب الله ولا حتقدر تفشل مشروعهم لإلغاء الهوية اللبنانية أصبح معروف مين اللي عم بيشكل خطر وتهديد ومفهوم وزهنية إلغائية للبنان القوات اللبنانية كانت دائما هي الطرف المدافع عن وجود لبنان وعن بقاء لبنان ولما كانت القوات اللبنانية عم بتقدم النصائح بمجلس الوزراء بمجلس النيابي بمحافلها وباحتفالاتها لعدم الوصول لحال اللي نحن وصلنا له ما كان حزب الله وحلفائه وأتباعه عم بيردوا على القوات اللبنانية من هالمنطلق نعم القوات اللبنانية هي اللي قادرة على المواجهة مع حزب الله وهذا ما يزعج ويقلق المشروع المحور محور حزب الله ولهالسبب عم بيشلوا هذا الهجوم الكبير على القوات اللبنانية علما أنه اليوم القوات هي اللي قادرة تطرح مشروع وهيدا اللي مخوفون كتير قادرة تكون صاحبة مشروعه تحمله عكتافة تتواجه فيها لكن بالمقابل كمان هيدا في أكتر من جهة سياسية في لبنان تتهم القوات اللبنانية بأنه عندنا أجندة سعودية أمريكية لخربطة الوضع في الداخل وكمان في اتهام على القوات اللبنانية من قبل الحليف السابق الذين تحالفتم معه من 14 2005 حتى ما بعرف بلشت الخلافات بينكم وبالمستقبل يمكن بال2017 في اتهام للقوات بأنه عنده أجندة واضحة أجندة غير لبنانية شو ردك؟ طبعا أجندة القوات اللبنانية هي لبنانية صرف ومن قال أنه السعودية تتدخل في شؤون الداخلية اللبنانية أو الأمريكان يتدخلوا كلهم هؤلاء أصدقاء للبنان كما غيرهم بيدعموا لبنان ساعدوا اللبنانيين بكثير من المراحل اللي كان عم يوقع فيها لبنان بمشاكل واليوم اجي بحزب الله بمشروعه الإلغائي للبنان عزل لبنان عنهم وأبعدوا عن أصدقائه اللي كانوا عم يدعموه أما القوات اللبنانية فهي اللي عم تشتغل لحتى تقدر تنقذ البلد ولا السبب عم تدعم مبادرات أو عم بتطالب الحكومة والسلطة اللبنانية والمنظومة أنها تستغل الفرص لما بتجي مبادرات من الخارج من أصدقاء لبنان تستغل هالفرصة وتنتهزها لحتى تقدر تنقذ الشعب اللبناني من الوضع اللي عم يعيشوا فإذن الاتهام باطل ليس هناك من مشروع سعودي أو أمريكاني أو غيره داخل لبنان المشروع اللي معروف اللي عم نشوفه بالمنطقة هو المشروع التوسعي للجمهورية الإسلامية في إيران يعني الحرس الثوري الإيراني اللي هو عم بيتفخر أنه احتل أربع عواصم عربية وشي ملفت أنه محل ما دخل دمر فعلا حزب الله عنده مشروع لتركيع الشعب اللبناني لتخضيع لبنان لوضع لبنان والشعب اللبناني رهيني بإيد المفاوض الإيراني بمفاوضاته بفييننا وبمفاوضاته في المنطقة لتقسيم النفوذ هذا هو المشروع أما الباقين فهن داعمين للاختصاد اللبناني داعمين للاستثمارات في لبنان ودائما طروحاتهم إن كان الدول الخليجية إن كان فرنسا ولا الأمريكان طروحاتهم شو هي؟ دائما طروحاتهم هي لإصلاح الإدارة اللبنانية للوقوف مع الإدارة اللبنانية والحكومة اللبنانية واليوم عم بيدعموا أنه يكون فيه انتخابات بوقتها تقدر تسمح للشعب اللبناني يعيدي أنت سلطته تينقذ نفسه بس أنتوا أيضا متهمين بالانقلاب إن كان على الحلفاء مثل طيار المستقبل إن كان على الحكومة عندما نسحبتم من الحكومة بوقت سابق وإن كان على العهد يعني أنتوا اليوم شواز نعم طيب وهذا فخر لقلنا نكون شواز عن هيك نوع من المنظومة بس هذه المنظومة أنتوا شقلتوها وحطيتوها من الـ 2016 وكنتوا يعني أعطيتوها كل الدعم الشعب اللبناني هو أخطأتم اليوم كقوات لبنانية بالتسوية بالـ 2017 لأن بلش البلد ينهار من التسوية اللي أنتوا فتتوا فيها استيس فادي الشعب اللبناني أعطى هذه الأكثارية والقوات اللبنانية تؤمن بشيء اسمه ديمقراطية والديمقراطية كانت بتقول أنه هذه الأفريقاء اللي كانت حكمة واللي عملت تسويات بين بعضها واللي دخلنا نحن معه على المجلس التنفيذي أي الحكومة لحتى نقدر نبني بلد واتفقنا نحن ويهن على إدارة مظبوطة إدارة إصلاحية وطرحنا مشاريع من أول شهر وشهرين طرحنا مشاريع إصلاحية لحتى نقدر نحن ويهن نبني وطنه كانت الفرصة كبيرة ولو عرفوا استغلوها لكان اليوم عنا وطن وما كنا اليوم بجهنم إذا كانوا هني فرطوا بهذه المراسل أنتوا قرأتوا خطأ دكتور بعدك عم تقول لو عرفوا استغلوها أنتوا كان من المفروض أنه تعرفوا أنه هني سيستغلوا الوضع لمصلحتهم لأن التجربة بتعلم شو كنت بتعمل إذا كانوا هني بمثلوا الناس الناس فرزتهم يعني بالمستقبل بدكن ترجعوا تعيدوا زيت الخطأ في حال فرزت الناس قوات لبنانية طيار مستقبل حزب الله طيار الوطن الحر رح ترجعوا تشاركوا معهم ما حدا بينتهي بس أهمية كثير الأكثرية الأكثرية اليوم أنا ما كنت أكثرية أنا كنت فريق موجود بس ما كنت أكثرية ما كنت قادر أعمل توازن كان عندكم نص زائد واحد أنتوا والتقدمي والمستقبل والمستقلين بـ 14 أدار لكن مش بكل شيء بل لكن عندكم أكثر من 51 حتى تنتخبوا رئيس جمهورية على الأقل بالدورة الثانية استاذ فادي أنت بتعرف أنه نحن صمدنا سنتين ونص حتى ما نوصل لهيك نوع من الرؤساء اللي بيفرضوا نحزب الله ولكن لكن خفتوا أنه تروحوا دستوريا على انتخاب رئيس لا لا مش خوف لماذا لا تعتمدوا هذا المبدأ ولكن كانت الأمور هي أقر وقرت داخليا وخارجيا أنه انتهى الشغور وكان فيه انتخاب رئيس بكل الأحوال إن كنا وفقنا ولا ما وفقنا نحن حاولنا لما عرفنا أنه الأمور وصلت لهون وكان فيه قرار من عدة أفريقاء من الجبهتين تنقول الثمانية واربطعش اللي أقروا أنه بدون ينتخب رئيس جمهورية كانت عليها لقوات اللبنانية إنها تشوف كيف بدها تعمل مع هاي الحالة هاي الحالة رحنا فيها على تفاهمات لبناء الدولة ولبناء المؤسسين صارت ورانا ماشي الحال اليوم بعد انسحاب سعد الحريري من العمل السياسي أو علق على العمل السياسي لطيار المستقبل ولن يترشح للانتخابات متهم القوات اليوم بأنها تريد ورتة بين مزوجين سعد الحريري واستثمار القاعدة قاعدة تيار المستقبل هذا كلام يراد به باطل قالها سمير جعجع نريد أن ننسق طبعا يعني شو يعني شو ما نعتدل نريد أن ننسق وفرق في وقت سابق بين قيادة تيار المستقبل وقاعدة تيار المستقبل وهذا الحقيقة لأنه كان في بس هذا تعتبر استثمار لهذه القاعدة اعتبر من اللي يعتبره بس ما اعتبر من كل الناس خليني لك شاري اليوم كلنا بنعرف أنه لبنان هو ساحات وفي شيء اسمه ساحة سنية هالساحة السنية عندها خطاب عندها جوة وجوة معروف أنه هو معاكس تماما لحزب الله ولمشروع حزب الله في لبنان وجوة وجونا هو ذاته لا بل ما بقى فيه فرق ما فيه خطوط بيننا وبيننا بالعكس وعننا كتير من الرفاء السنيين وعننا كتير من الجو السني اللي هو متوافق نحن ويانا في كتير من رجالاتهم في كتير من مسؤولينهم فنحن وقات اللي منقول أنه فيه ساحة فيه حالة سنية هيدا وضعها ما منكون عم نقول شي غلط أما بالنسبة للقيادة اللي تيار المستقبل طبعا هي ما أرادت أنها تتفاهم معنا وما أرادت أنه تكون متفاهمة معنا هيدا عم بحكي بالسبق اليوم اليوم فيه ساحة سنية بدأت تستمر وملح تتوينى وملح تتخازل بنضالة من أجل استعادة الدولة وتحرير الدولة من يد حزب الله وبناء المؤسسات فوين المانع نكون متفاهمين نحن ويهن عظيم ما فيه أي مانع لكن بالقراءة الخريطة الانتخابية اليوم القوات قد تكون أحد الخاسرين بانسحاب طيار المستقبل لأن كان فيه تنسيق تائم نحنا كنا منتمنى نكون نحن وطيار المستقبل عظيم بس اليوم بالهرمل ببيروت بعى الزحلة الإقليم يعني كان فيه بلوك مستقبلي سني يدعم مرشحي القوات أو على الأقل على الحاصل لللوائح يلي أنتم كنتم تحلفين فيها مع طيار المستقبل اليوم أنتم خاسرون بانسحاب المستقبل أو شو لا لا أبدا نحن مستمرون بالمعركة لحن نحاول أنه نحصل على كتلة كبيرة وازنة في مجلس النيابة لنقدر نواجه حزب الله لأنه بكل السياسات النية الطيبة اللي استعملت سابقا من قبل مسؤولين بـ 14 أدار ما حزب الله ما ودت إلى أنه نتقهقر ونضرب أكتر وينهار البلد ونوصل لجهنم من هالمنطلق الشعب مدعو بكافة فئاته بكافة ساحاته على أنه يعرف على شو رايح وقتا بيروح على صندوق الاقتراع لحيكون في عنا حلفاء بكل الساحات ولحنطرح خطاب وطني بناسب كل الساحات ومتأملين جدا على أنه اللي كان محقق من خلال 14 أدار نقدر نعوده من خلال جبهة تقدر تواجه هيدا الخطاب يلي عاطنتك لا مش خطاب هيدا خطاب وهيدا حقيقة عظيم هيدا الكلام ما رح يدمن مش بيشبه دائما الحملات الانتخابية اللي شفناها بال2005 بالطبع لا شفناها بال2009 شفناها بال2009 كان في فرز ومش غلط طيب عظيم بس خلصة الانتخابات رح نالي تحالفات سيد فادي صحيح وأنا قلت عدة مرات أنه 14 أدار فشلت ببناء الدولة والمؤسسات وما قدرت تحقق طموحات الشعب اللبناني اللي طالب فيها كنت وجزء كنت وجزء طبعا بس نحن استمرنا ونحن استمرنا بالتزاماتنا مع الشعب لأنه وقت اللي فتنا على مجلس النيابة وقت فتنا على مجلس الوزراء بقد ما كنا بحجمنا اللي كان كنا إصلاحيين كنا عم نطرح شعارات إصلاحية وكنا عم نطرح أمور مشاريع إصلاحية واختراحات إصلاحية ولهالسبب كنا شازين وأنت استخدمت قبل شوي اعتبرونا شازين شازين عن شو عن شازين عن منظومة الفسد بس انتوا غطيتوا يا دكتور غطيتوا لا ما غطينا يعني فتوا على الحكومة في عنا وين غطينا بالعجل كشفنا في عنا بيين وزاري فيه شعب جيش مقاومة انتوا حفظنا بس على الأقل اليوم حزب الله بيقلك أنا شرعي بموجب هذه الورقة يعني وين صرفنا التحفظ وين صرفنا التحفظ شو كان بقدر بعمل إلا أني راهن أني فوت أنا وأفريقاء 14 قدر وأعمل توازن معه لحزب الله طيب ما قدرنا عملنا توازن مش بسبب القوات اللبنانية بسبب تراجعات صارت من من أفريقاء آخرين وراحوا على مفهوم خلينا نسميها حسن النية حسن النية ما ودى لمطرح اليوم نحن عم ندعي لمواجهة حزب الله ونوصل بكتلة كبيرة مش بس قوات اللبنانية كتلة كبيرة من السياديين من أنصار بناء الدولة والمؤسسات تنقدر نواجه مشروع حزب الله حلو فاكم اليوم انتخابيا وسياسيا من سيكونون في كتير من المجتمع المدني في كتير من السياسيين اللي بيشبهونا وعم تركب بكل المناطق سعد الحريري انسحب بهاء الحريري موجود في لبنان ابتداء يمكن من 15 الشهر وفي سواء للبنان عم يعمل هذه الحملة الانتخابية هل القوات اللبنانية ستتحالف مع بهاء الحريري؟ هل المشروع كونسيسي؟ هل الخطاب كونسيسي؟ يتوافق مع مشروع وخطاب بهاء الحريري؟ الذي يقول أنه أنا جئت لأكمل مسيرة رفيق الحريري قد يتوافق؟ قد لا يتوافق استاذ فادي نحن فتحين اتصالات مع عدة مجموعات من المجتمع المدني من المجموعات الإصلاحية التغييرية في كتير تواصل هلأ ملاح أحكي بكل مجموعة من المجموعات لأن هذه تترق نحن عم نحكي بالعام مع مجموعات تغييرية كتير ومع مجموعات إصلاحية ومع مجموعات جديدة تريد أن تعمل في العمل السياسي وعندها أفكار بتشبهنا كل الأطراف اللي بتشبهنا لحنكون متفاهمين نحن ويوم في منهم ما لحنكون على لوائح زيتها ولكن وقت اللي لحن ندخل على مجلس النواب لحنشكل جبهة داخل مجلس النواب ضد مشروع حزب الله ولتحرير لبنان والشعب اللبناني من إيد حزب الله بس بدي أقول لك شيء استاذ فادي إن كان الشيخ نعيم آسل وإن كان اللي بيقرروا عن الشعب مصبقا يعني ما ممكن بيقول ما ممكن لوائح اللبنانية تمثل حالة شعبية لبناء وطن لأنه نسيت أنا جاوبك عليها من هو اللي يقرر عن الشعب الشعب يقرر إذا كانت لوائح اللبنانية تبني مؤسسات ربما هذا هو اللي مخوفه ولها سبب عنده خشية إنه الشعب قرر يبني مؤسسات يبني مؤسسات يعني حتماً لحيكون ضده وأكيد هذا الشعب لحيكون مع القوات اللبنانية لحتى تبني مؤسسات حضرتك عم تقول في استطاعات إنه في شعبية القوات اللبنانية مرتفعة طبعا لكن اليوم نحن في عنا الحواصل صحيح في عنا الصوت التفضيلي صحيح يعني هيدا يترجم يعني الحاصل حاصل بدنا نشتغلها بدنا نشتغلها استيس فادي أنا أكتر من أنا أكتر أنا رمز اللي صار بموضوع الحواصل بالألفين وثمنتاش بالألفين وثمنتاش أنا الرمز يعني أنا جبت الصوت التفضيلي الأعلى بفارق كتير كبير بالكورة وما وصلت إلى الندوة النيابية ما عدت إلى الندوة النيابية لأنه كان عنا ناقص الحاصل طيب هيدا عملنا نحن عم نشتغل مكانتنا الانتخابية عم تشتغل وتتابع بالوقت زيته على الشعب إنه يدرك إنه ما يضيع صوته ما يروح يحط صوته بمحلات منه فعالي إليه يعرف مين الفريق الفعال مين اللي بيقدر يعمل توازن تا يبني مؤسسات وتا يقدر يرد السيادة لمؤسسات دولة حليفكم السابت يمكن وما تواضح ما رح أقول سابت أكيد سابت التقدم الاشتراكي وهو ضمن هذه المنصومية اللي كانت ضمنا معكم بالحكومة وكمان أيضا غطى كما يمكن على بشكل أوسع هذه السلطة وعنده وعنده مصالح مع رئيس نبيه بره وغيره من القوى الحاكم اليوم يعني أنا بعتقد شو مطرح يكون اليوم أنا بعتقد أنتم مين بره أو جوه لا ما أنا أعرف لا بره أو جوه اشتراكي وحركة أمل وقوة استيس فادي أنت بتعرف وكل اللبنانيين بيعرفوا أنه الجبل ومنطقة الجبل إلى وضعية خاصة لما الحزب الاشتراكي ما بيعود يمثل شعبيا ما بتعود تطعطه معه بس هو يمثل شعبيا ما هذا عم يجي يقدمه في كيفر هو موجود وهو قادر يوصل نوابه التفاهم نحنوية وذيك استيس فادي اليوم بعد 17-30 في كتير من الأفريقاء السيوسيين اللي ربما ما قبل 17-30 كانوا يمكن نيمين يمكن ساكتين اليوم صاروا عارفين أنه القصة ما بقى تحمل وما بقى فينا نستمر بالطريقة التقليدية اللي كانت سابقا وبدون يكونوا هني تغييريين متل ما الشعب يريدون أن يكونوا تغييريين ما بقى فينا نستمر متل ما كنا وما بقى في مجال ما بقى في مقومات للسياسة التقليدية القديمة رايحين على تغيير وإن شاء الله لح نقدر نوصل مع كتلة وازنة مش بس قوتية برجعة بشدة لحتى نقدر نعمل هالتوازن مع حزب الله ومشروعه طيب السؤال اليوم ما تروح عند كل الناس نعم والغريب أنه قالنا محمد شمس الدين أنه في يمكن من يومين تذي كان فيه مرشحتين فقط قدمتها ترشيحهم نعم ليه ترشيح ههما أصلا غلط بالقواعد ليش ما في حماسة واحد اتنين ليش ما في حماسة نسائية لا نحكي كمرشحين وهل تأكد أنه سيكون فيه انتخابات نيابية استاذ فادي ما في شك أنه فريق المحور الممانعة لا يريد انتخابات كلنا صدنا بنعرف هالشي كما أنه فريق التيار العوني ما بده انتخابات وواضح أنه حتى عم بيطلب موضوع عم بيجرب يرجع يعمل تسوية على موضوع التغيير بعملية انتخاب المغترعين المغتربين علما أنه لا بدون يحاولوا عم بيرجعوا يحاولوا عم بيرجعوا يحاولوا هلا يقدموا اقتراحهم معجل مكرر لضرب هذا الموضوع كلهم عم بيحاولوا يعملوا هذا الموضوع مشان يلغوا الانتخابات بطريقة أهم ما يقدروا يحملوا ما يحملوا ما يحملوا عواقب تطيير الانتخابات لأنه ما عندهم الجرع يقولوا ما بدنا انتخابات بس إني عارفين أنه الانتخابات انجرت ستؤدي إلى خسارتهم وخسارة كبيرة على يد الأفريقاء السياديين مثلنا والتغييريين والتجديديين ولكن استاذ فادي هني بيعرفوا أنه عدم إجراء انتخابات بطريقة أو أخرى ستأخذ البلد إلى مرحلة أخرى وهيدي ما بنعرف ربما الفوضى وربما ما بنعرف شو بقدي مين المستفيد من الفوضى ما حدا لح يكون مستفيد من الفوضى وهني بيعرفوا أنه قد تكون عواقبة أكبر عليهم من إجراء انتخابات إجراء الانتخابات استفاذ فادي ما بيقضي على حدا لأنه حتى الأفريقاء الخاسرة ما بتنتهي بتظلها موجودة بس بتظلها موجودة بنسبة أقل أما زهاب بطريقة أو أخرى إلى تطيير الانتخابات قد يكون إلى عواقب كتير كبيرة عليهم على المنظومة وهيدي ما بيقدروا يحملوها هون القصة فإذا نبدأ لك نعم فيه انتخابات فيه تهديد كتير كبير عليها ولكن ستجري لأنه العواقب من عدم إجراءة كبير كتير فيه ضمانات دولية وضغطات دولية برأيك معروف غير اللي عم نسمعهم ومنشوفهم معروف استيسفادي بتعرف لما بعد انفجار المرفأ إجا الرئيس الفرنسي إجت كتير مبادرات من الخارج للبنان لإنقاذ لبنان حاولوا كتير أنه يلاقوا الحلول من ضمن السلطة أو المنظومة اللي كانت راكبة لا نحن فريق الوحيد اللي قلنا ما في مجال ما تضيعوا وقت كون خلينا نروع انتخابات مبكرة ما حدا اقتنع معنا كنا الوحيدين اللي عم نطالب بهذا الموضوع حتى المجتمع المدني اللي كان معطرد ما كتير شد بهذا الموضوع طيب الوحيدين ما كتير ما كتير كانوا شدين بهذا الموضوع كانوا عم بيركزوا على أمور تانية وعلى شهرية تانية ضيعوا ضيعوا الفرصة راحت الانتخابات المبكرة وصلنا على الانتخابات بوقتها طيب نحن اليوم أمام هذا الموضوع استاذ فادي لما شدينا بالانتخابات حاولوا يطيروها اليوم شو عم بيحاولوا يعملوا عم بيحاولوا يطيروا الانتخابات حتى بأوقاتها ما هيك نحن لحنظرنا مصرين ونعم في خطر عليها ولكن لحنظرنا مصرين أنه يصير فيه انتخابات عظيم بعد عند دقيقة الرد اللبناني كيف بتشوفه على الورقة الكويتية بدئية الرد اللبناني متخازل ضعيف جدا خرق الدستور وضع المجلس المجلس الوزراء على جنب يعني همش مجلس الوزراء ما هي زيتا تطلع ما هي زيتا لأنه خافوا يكون فيه نقاش داخل مجلس الوزراء استاذ فادي حزب الله ما بده يكون فيه رد ولنه موافع على الورقة الخليجية الدولية اوكي فعرضه على مجلس الوزراء يقبل به العرب بهذا الرد لا اكيد ما لحيقبله ونحن ريحين على الأسوأ بهذا الموضوع بسبب حزب الله وبسبب انه حزب الله مصادر القرار اللبناني انا بدأ اشرك دكتور فادي كرام اهلا وسهلا فيك مشاهدين انتهت الحلقة يمكنكم اعادة الاستماع اليها عبر اذاعة صوت كل لبنان الساعة التاسعة مساء الى اللقاء اشتركوا في القناة